مددت السلطة الإقليمية الإيطالية حالة التأهب القصوى بعد مقتل 14 شخصاً وغى تشريد أكثر من 36 ألف شخص إثر فيضانات مدمرة ضربت المناطق الشمالية وأسفرت عن انهيارات أرضية من المتوقع أن تزور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليوم بعض المناطق المتضررة للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ وخلال 36 ساعة فقط حطرت كمية أمطار تسجل عادة خلال 6 أشهر في منطقة إيميليا رومانيا ووصفت الفيضانات بأنها الأسوأ في البلد منذ غرن